صباح الخير أنا يحيى غانم أستاذ الأمراض البطنة والسكر وحدة السكر والميتابوليزم والدهون كلية طب جامعة سكندرية وعضو اللجنة القومية للسكر أصدقائي المصاحبين لمرضى السكر عايز أحكي لكم حكاية أن أنا وأنا صغير طبيب صغير كان كل مخي في علاج السكر أن أنا لازم أوطي السكر في الدم أن المشكلة كلها السكر لكن في السنين اللي اشتغلت فيها ودرست فيها سكر اكتشفت أن السكر بيأثر على كل أعضاء الجسم كل أعضاء الجسم يعني بيأثر على الشرايين الشرايين الصغيرة زي اللي في العين زي اللي في الكلة زي اللي في العصاد الشرايين الكبيرة زي الشرايين المخ والقلب وسيقان وبتدى التفكير يبان أن السكر بيبان في الكلة بيبان في الكلة وأنه بيمر بمراحل أنه الأول الكلة بتنزل شوية زلال وبعد كده الزلال يزيد وبعد كده الكلة تعتل وبعد كده لا قدر الله الناس بتوصل لمرحلة عدم العمل وتضطر أنها تغسل أو أنه يزرع عشان كده ابتدت تفكير في أنه لازم وإحنا بنعالج السكر نستعمل أدوية الأدوية دي تقلل من حدوث مضاعفات السكر لكن ده مع إيه؟ مع أنه إحنا الناس النوع التاني اللي عاجلها سكر في وقت التشخيص بدور فيها عزلال الدقيق في البول الناس النوع الأول بدور عزلال الدقيق بعد خمس سنين لكن الجديد بالنسبة للكلة غير أنه إحنا بندور على المضاعفات إنه إحنا لو لقينا المضاعفات دي بدري بنستعمل أدوية حديثة الأدوية دي تقلل إنه الزلال ينزل أو إنه الزلال يتحول من كمية صغيرة لكمية كبيرة أو إنه الكلا تعتل أو إنه الشخص يغسل أو تؤدي إلى الوفاة قال كلا مهمة لكن كمان كان في حاجة مهمة في الخمسة وعشر سنة اللي اشتغلت فيه مسكر إنه من أهم المضاعفات غير الكلا القلب القلب أقل قلب بكل أسف القلب شرائين وشرائين كبيرة فعشان كده مع السكر بيبان أحيان ضيق في الشرائين التاجية تؤدي إلى جلطات والجلطات دي تؤدي إلى هبوط في عضلة القلب والهبوط في عضلة القلب يؤدي إلى إنه شخص يتحجز في المستشفى وتؤدي إلى مشاكل لكن في الألفية الجديدة برضو تم اكتشاف أدوية الأدوية دي مش بس تخفض السكر لكن تقلل نسبة المستشفى وهبوط عضلة القلب تقلل إنه الشخص يحصل له جلطة تانية أو تقلل إنه الشخص اللي عنده مضاعفات أو أعراض خطورة يكون عنده سكر ويكون عنده ضاقت وعنده دهون واستعمل له الدواء ده إن أنا أمنع أو أحافظ على شرين القلب بتاعته معنى كده إنه لما بروح للدكتور بتاعي أو أنا بفكر في السكر بفكر بصورة عامة مش بصورة إن أنا أوضت السكر بس لازم أعمل للعيان أو الشخص المصاحب للسكر تأسيمة أولا ما يجيلي أشوف درجة الخطورة عنده لو الشخص النوع التاني عنده درجة خطورة عالية وعنده مشاكل في القلب والشرعين وهبوط في العضلة أو عنده هبوط في الكلة بعد الجلوكوفاج أستعمل الأدوية الحديثة دي لو الشخص ده عنده مشاكل في الكلة أو الزلال اللي موجود قادر أستعمل أدوية السكر وتخفض السكر وتحسن الكلة دي يبقى لما روح للدكتور بتاعي أقول له أنا أنهي درجة أنا الدرجة الخطيرة أو الدرجة متوسطة الخطورة أو الدرجة العادية طيب أنا حستفد من إيه من كده؟ إن أنا أختار أو أفصل الدواء بتاعي في النوع التاني بعد ما بستعمل الإنسولين أقدر أستعمل أدوية تانية أتمنى الشفاء العاجل ومنع المضاعفات لأصدقائي المصاحبين لمرضى السكر شكرا جزيلا